هالإنساني أنا يمكن لو شو ما بعمل بحياتي معها ما بكفيها ولا وحب الميم اللي عملته معي أنت حفيدها من البنت اللي خسرتها صوتك مش حلو بتاع فيها أديا سمعتها شو كرة دا تفعلها؟ حاجب عالي حاجب واطي أوكي متى أخذت هذا القرار؟ خلاص بدأ أعمل يلي بدي إيه بحياتك يعني كنت ما أخذ كورس برا؟ بالسيارة بالسيارة؟ لما نسمع هذا الشخص اللي قال لك شو بدك بهالشغلة؟ إنه ياريت أهلك ما خلفوا وضلت حاكي ضلت حاكي لما نتربى ببيئة اتحدد شخصيتنا ممكن تحسننا وممكن تسبب عواقب أو يمكن عقد بسيطة اللي تحدد شخصيتنا في المستقبل اليوم عندي ضيف قصة جدا جميلة وأنا متأكدة أنه أنتو اللي تتشوفون مريتوا بتقريبا نفس الطريق كل إنسان أكيد مر بهالطريق ولكن قصة مميزة ليش؟ لأنه هو من هذا الجيل ولكن تربى من شخص من غير جيل ما سأطول عليكم دعوه يقول لكم القصة أحسن أعرفكم غنى عن التعريف الفنان المطرب جو كويك يا أهلا وسلم وقبل كل شيء صديق طبعا أكيد مرحبا يا ميسو مرسي على السدافة الحلوة جو دعونا نبدأ بأول طريقك اللي هي الولادة يعني أنا بالعادة أروح للطفولة أنا رح أرجع لك للولادة أنت كنت طفل وعمرك 11 شهر يعني ما طبقت سنة شو صار؟ أوكي سو أنا بعمر 11 شهر توفيت الوالدة الله يرحمها بمرض الصفايرة سو شكتير يعني شكتير إذا بدك سخيف بس أنه ربنا هيك بده يعني فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يعني حتى خايل كبير كان عمري ممكن ش سنتين وشوي والأكبر مني سنة وشوي وأنا 11 شهر فإنه وحدة شو بدي كون إليها غير أمة فقالت لها أمة كانت وصيطة أنه لو شو ما صار الجوب يبقى عندك هيدا أبنك فتوفت أمة ربيت مع تاتا سوى تاتا استلمتني كان عمرها 50 سنة يعني فرق 50 سنة بيني وبينها بالعمر أجيال مش جيل صح أكيد ربيت ببيت كتير فيه عاطفة وحنان كتير فيه اهتمام طفولة كتير حلوة تغنشت كتير كتير حسيت بالأمومة من ستك يعني التاتا أنه حسيت وإنت دا تكبر كنت فاقد الأم ولا هي ملتك هذا الشعور لكن ما بعرف صراحة هلا أنا يعني أنا بالنسبة إليها التاتا هي أهم إنسان موجود بحياتي أكتر شخص بحبه بحياتي عندها إمباكت عنده كتير كبير بكل تصرفاتي بكل شيء تعلمته منها بخباراتها بالحياة بقدية تعبت بحياتها لقدرت توصلنا نصير شباب مسؤولين عن حالنا مستقلين بس إنه بفتكر بالحياة ما حدا بيخد محل حدا فالأم هي الأم والتاتا هي التاتا مش هينيك أنا بعيت لها تاتا آه ولا مرة قلت لها ماما بفترة كتير صغيرة أنا وصغير بس إنه بالآخر شو اللي يغير هذا الشيء؟ ما بتذكر صراحة بس إنه يمكن لأنه أنا بعرف إنه بالبيت في صورة الماما معلقة على الحياة وهيدي التاتا اللي عم تربينا فهيدي التاتا والماما متوفاية والتاتا الله يطول بعمرها 93 سنة الله يطول بعمرها وعقلاتها أحلى من عقلاتي وعقلاتك ربت أجيال صح وتعلمت من أجيال أتوقع وإنت تعلمت من أجيال قديمة اللي إحنا يمكن فقدنا هذا الشيء بهذا الزمن الجيل الجديد فقد المعزة والجيل الذهبي نسميه الأشياء الحلوة أنت تربيت على الأشياء الحلوة بس أكيد في عواقب من الفرق بالعمر 50 سنة وهي إسا كان عمرك 11 شهر أو سنة يعني لما كان عمرك 13 سنة أو 14 بسن المراهقة كانت هي صارت فوق الستين صارت فوق الستين هل أنت كنت المراهق اللي قدرت تطلع وتروح وتجي وتجرب وإحنا كنت بزمن 14 يعني كان في شبكات تواصل مش شبكات تواصل اجتماعي كان فيه ممكن كنا بلشنا بالإنترنت صح بالإنترنت بدأ موجة الإنترنت وتعرفتوا على العالم الغربي صحيح أو العالم البرة لبنان صح أنت تربيت باللبنان صح هل هذا الشيء كان حاجز بينكم أنتو الاثنين لكن هي القصص توقف بالحياة على شعر يعني أوكي لخبرك أنه مثلا أنا مثلا في كتنس تسألني أنه آه أنت بتغني أمتى بلشت تغني أنا أنا بقول بلشت تغني بس طلعت من بطر أمي هيدا البكوي تبعي ممكن كانت كنت عم بغني بوقتها كان فيها لحن يمكن فمن أنا وصغير كنا كلما نروح على على رستوران تكون فيه ستيج بدي أعمل دراما بدي أطلع قلة الميكرو وغني وما بغني لأمين مكان مش نو أغاني لأطفال بغني ملحم بركات وبغني هيك كنت أنا وصغير ومن اللي علمك تحب أغاني ملحم بركات لكن أنا أنا من عائلة فيها فيها ناس فنانة يعني أنا خالي موسيقى خالتي الله يرحمها كانت تغني كمان بيقولوا أنه أمي كانت تغني كانت بالكوير جدي بيغني بالبيت وبدأ أعود فنحنا العائلة فيه بالدم صحي يعني أنا هيها بالويراتة فكنت كلما روح أنا وصغير لغني أنا روح على محل نتغدى أو عشاء أو whatever فأنا بدي أطلع غني مع الفرقة وغني وعندي صور يعني كتير بسقة بدي غني فأنا وصغير كان أكيد لأنه ولدي مهضوم حبيبي بيحب يغني بس بلشت أكبر شوي ونعرف أنه أنا عم بربع عن تاتا ولأنه أنا نحنا تلاتتنا يعني أنا وأخوتي مش ولادة فالخوف علينا كان أكثر من العادي فاربينا بإنفايرمنت إذا بديك أنه عمول بدك يه بس بالبيت يعني أنا كنت أول تلميذ بالمدرسة جاب كمبيوتر على البيت كان عندي هاته الكمبيوتر الكبير مع السكرين الضخمة أول حدا بصفه جاب كمبيوتر إنترنت أول حدا ركب إنترنت بالبيت بس خلوكم بالبيت لأنه بدنا نضال فوق عينه فهيدا الخوف الكتير كبير بصير خلي الواحد أنه ما يعد عنده هيدا الاندفاع كتير قوي بالحياة فجينا بلشت أكبر كنت شاطر بالماث والفيزيكس بالمدرسة وصلنا على آخر سنة مدرسة وجيت أنه منفوت على الجامعة شوف دك تعمل عبالي أدرس إخراج كيف أنا تدرس عندي إخراج ما بيصير يا مهندس يا حكيم يا مدري شو قدمت على كلية الهندسة نجحت بالجامعة البنانية بس كنت على الويتينج لست لذلك درست ماثماتيكس وكان أنه ممنوع تغني لأنه 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 ممنوع تغني لأنه الفن ما بيعمل مصاري أو الفن ما بيعمل مستقبل لذلك هذه المقولة صار معتقد سربي خلص صارت مزروعة صار ممنوع تغني بدك تركز على درسك تركز على شهداتك بدك تعمل جامعة تقدر تقدم وتتطور بالحياة لذلك كانت هيك الفيبز بالبيت بس أنا يعني يعني بفتكر حيالة فنين بيعرف هيدا شي إذا واحد عنده شي جواته لو قد ما رح تجربة تغيري فيه للواحد خلص بالدم يعني أنا نام بوعة أنا وبالصف بالمدرسة بتذكر أنه كنت المعالمي فيها تكون عم تفسر وكون أنا عم تخيل حالي واقف على مسرح وجمهور آه على فكرة المسرح وجمهور هلأ تذكرت أنه أنا وصغير تتا تتا كانت تشتغل خياطة سو كانت تجيب هولي الروليات طبع القماش اللي بيلفوا عليهم القماش طي يقدروا يندبوا القماش يساعوا بالبيت إن كانت تخيط بالبيت فبس يفضل الرولور ولو طويل أنا نحنا عنا بالبيت كان فيه السالون وقط الصفرة صفرة كانت عكس السالون فكنت حط الكرسي وقف عليها العمود الكنابيات هن الجمهور والطاولة الصفرة اللي ورايه والكراسي هن الفرقة الموسيقية كانت أربع ساعات عم بتخيل حالي أنه أنا متواصل طبعا وكانت تجي التيتا تشوفك مثلا بس أنه كنت صغير ما عليك وكانت حدا بيشتغل كتير يعني كانت توقع الصبح تبلش شغل بالخياط عثمان الصبح توقف تنعاش بالليل فيه ثلاثة أولاد بدون يتعلموا ويكبروا كانت كتير شواز وركاهوليك أنا عندي خلص درسي يلا أغاني كل الوقت وصلنا على فترة الجامعة أنه بدأي درس إخراج لأ ممنوع وبدأي درس موسيقى لأ ممنوع فتت على الجامعة مات بالجامعة لبنانية يعني الحمد لله في دماغ ودرست ثلاثة سنين موسيقى بلا ما حدا يعرف بالبيت بس وين درست ثلاثة سنين موسيقى؟ بالسيارة بالسيارة؟ أنا كنت حدا بيوع على الصبح ساعة ستة صبح سبعة بيكون بالجامعة ساعة ثلاثة أربعة بيروح على الكونسيرفاتور بيحضر الصفوفتة بقوله على الخمسة ستة سبعة بالليل بيشتغل بالمطعم للوحدة دنتان بالليل وتاني يوم نفس الشي بس وثلاثة سنين ادرس موسيقى وبلا ما حدا يعرف بس واتمرن بالسيارة يعني كنت ماخذ كورس برا؟ لا لا مسجل بالمعهد الوطن الموسيقى باللبنان فكتت تحضر بمعهد؟ طبعا كنت احضر الصفوف كنت مسجل وكنت أول ما بلشت كنت لأنه بس كنت قدرت تدفع للمعهد؟ اشتغلت من شغلة بس وقتها أقول أنه ما بدوني ما بدوني يعني تتشوفي أنه عن جد لما نواحد يكون عنده اصرار على الشغل اللي بدونيها لو شو ما صار بجي عملها أو أتليست أنا هيك برسيفيرانت وما كانت تسألك مثلا ليش تتأخر على البيان؟ أنا بالجامعة ما اليوم عنا كتير صوف زيادة ما شكت مثلا أنه لا لا لأنه هي بالنسبة لأي أنا عارفة شو ربيت صريحة بريء هلا هو أنا فعلا أنا حدا مثلا الكذب عندي شوية صعب يعني من كنا نعمل ضربة حدا بجارب أنه أنا ما كون بارت من الدرب أنا أكيد بكسر أنا أبين علي أنه أنا عم بعمل شي بس شون دبرتها أنه قدرت تكذب بهذا الشغلة يعني لأنه خلص هذا شي بدي إيه يعني فحطيت خلق لو شو ما صار بدي أعمل هذا الشي الماسك يعم صلت لت سنين أدرس بالسيار هلا من بعد ثلت سنين أنه خلص صار عمري 21 وصرت أنه نسبيا كبير على ما أنه بالنسبة لتيتا نحنا بنظل صغار لو قد ما كبرنا يعني كلمتها بدأ تمشي بس أنه على عمر الواحدة وعشرين خلص ورحت وقتها على الكنسراتوري كان فحص آخر السنة بتذكر كان عندي فحص الغنى وجبت 87 عمية كنت طاير بس أنا طالما أفحص مع 87 وأنا حداً كثير بعبر فما في أكبة فرحة هالقد كبيرة عندي إياها ببيني وبينحالي بدي فوت على البيت وخبر الكل أنه أنا أخدت هالسنة بالمعهد الثالث سنة غنى 87 عالمية لا وثالث سنة ايه ثالث سنة ففتت وخبرتهم أخبرتها أنا هاي دا تالت سنة بدرس موسيقى بالكنسراتوري وجبت على فحص آخر السنة 87 عمية وش كردت فعلها؟ حاجب عالي حاجب واطي أوكي برافو ما قلت لك وقف خلص كانت خلصت أنا يعني أنا أنا عم بشتغيل وأنا عم بدفع جماعتي وأنا طب ما حطت لك الشروط إنه أوكي لو تريد تغني بس ممنوع تغني مثلاً أغاني معينة أو تدخل في مجال الفن تعرف فيه ناس تحدد أن تريد تغني غني بس فيه أماكن معينة أغاني معينة ستايل معين فقلت لك حددت لك مثلا لا لا هلأ مثلا هي كتير سبورتف هلأ يعني هلأ هي بتنبصت كتير أنه بصير بتتخبر أنه جو عم يعمل أغاني يعني أنا كنت حدا يعني أنا وصغير كنت كتير هيك عنيد إذا بدي شغلت بدي شغلت بس أنه مش دقيني لما كنت صغير أنه ما دائما كلمة الولد ستمشي على أهله لو قد ما كان عنده شو بقوله يعني عناد صح لو قد ما نحكون عناد بالنهاية الأهل بلنمشوا كلمتهم بس لما صرت بعمر هلأ قد كبير إنه 21-22 سنة خلص بدي عمل يلي بدي بحياتي وين كانت النقطة اللي تحولت حياتك 180 درجة هل هي لما اندرست أو بعد ما تخرجت أو شو صار لكن نقطة التحول هو لصراحة يعني في عند نقطتين تحول كانوا قوية بحياتي أول نقطة التحول كانت وقت اللي أنا خلصت جامعة أنا دارس مات مخرج من الجامعة البنية اللي أصعب شامعة جامعة بلبنان وعندي 9 سنين خبرة مطاعم بلبنان سأنا كنت رستورنت منجر بلبنان آخر شي وأنا بحب غنية سأنا ضاع كل وقت بين الشغل تقدر طلع مساري لأنه خلص تيتا صارت كبيرة سنحنا بدنا نكون عم نقوم بالبيت أنا وأخواتي يعني ما بتثبت أنه كون أنه عم بصرف والمساري اللي بتطلعهم بدي روح أعمل غنية صحيح فحسيت حالي كتير مكبل سواء كان في عندي مي كازن ومي باس فرند كانوا كل وقت أنه طب جو حبيب إذا أنت حس حالك مكبل باللبنان أوكي أنه كلنا منحب لبنان بس إذا أنت شايف أنه أنه منك قادر تكمل طلع لبرة فعلى فترة ست سبع شهور كلما نلتقى نفس الحديث الجو عم بضيع وقتك عم بيمرق العمر لازم تعمل شي بدك تتقدم بدك تتطور طلع لبرة قدما قدما حشيت براس الخبرية ريكروت متأجيس رحت لعنده قلت له عليك نقع الشغلة اللي بديك والمعاش اللي بديك والبلد اللي بديك طلعيني برات لبنان فمتبني مش في بلد معين تريد سافر عليه بس المهم تطلع لأنه هلأ كنت كمانا يعني نسبيا صغير وخبرتي كانت على خبرة مطعم وحدا ندارس يعني ما عندي هالخبرة الكتير كبيرة بالحياة لعرف أخذ هالقرارات القوية بلس ربينا كمانا متما قلتلك بيبات انه ما كتير بتحبنا نظهر ونروح لأنه بداينا كل وقت حدى إشعتنا منتبهت لنا لأنه نحنا أولاد بنتا مش أولادة فبيربى الواحد بكاركتر مش كتير أنه هذا الطحيش بالحياة يد أنا كنت حدى أنه ما بقبل بالقليل من أنا وصغير ودائما بدي يكون حدى بتميز عن غيره بكل شيء بيعمله بالحياة فضبطت معي فلات على السعودية ونفس الشي عملت على فكرة يعني عملت سيكوينس بالشغل فلات على السعودية ومخبرت وولا حدا إلا مي بس فريند ومي كوزين هن الوحيدين اللي عارفو بس مديت الكونتراكت وتحدد موعد السفرة على السعودية جيت على البيت تتلا تاتا أنا قدمت تسيألت من المطعم وبعد شهر من اليوم رح كوم بالسعودية تحت الأمر الواعي لأنه إذا بدأ استشيرها أكيد رح نفوت أكيد رح نفوت أموشنال بشتاردة فعلها أكيد زعلت أنه ما جربت تقنعك أنه خليك لا أو تحسسك بالذن لكن يمكن بهيدا المطرح التاتا كتير أم عن جدها الإنسانة أنا يمكن لو شو ما بعمل بحياتي معها ما بكفيها ولا وحب الميم اللي عملته معي فعلا أنه شو هالمسئولية تاخد حدا عمر 11 شهر بعده طفل رضيع تخديه وتربيه مدرسة جامعة سيارة أنت حفيدها من البنت اللي خسرتها صح وإم ميتت عمر 24 سنة كانت كمانة صغيرة كتير طفلة فيعني مش سهل المشوار اللي مرت فيه لازم أنا أجيبها على معاميس أستضيفها ما بتقبل ما بتقبل تطلع التفي ولا بأي شكل يا ريات تحب الخصوصية وربتكم على الخصوصية صح وأنت سويت كل شيء معاكس للخصوصية تحب تطلع حبلك والأغاني نقلت للسعودية وبديت شغل هناك بأي مجال اشتغلت بالسيلز هلأ أنا بالفود اندستري إيه لي بالفود اندستري لسه في مجالي لكن بعدني بعدني I love what I do فعنجات كتر خرق الله I'm super great فالأدي ربنا عنجات عارفة يحط بحياتي الأشخاص الصح الشغل الصح أغن بعمل شو ما بدي بحياتي خلاص من السعودية السعودية ما بديت تتغني بوقتها شوي كنت أخد كنت أخد شوية لا أخدت شوية كنت أخد شوية حفلات أوكي لأنه هيدا اللبناني اللي جاي بغني وهيك آه وفي شغل كتير حلو عملتها أنا يعني بفتخر فيها بمسيرة الفنية أنه أنا أول واحد وقف على المسرح بالسفارة اللبنانية بالسعودية بالرياض حلو ثم عمل إفنت وقتها وكنت أنا مغني وهذه أول مرة أنت توقف على مسرح لا في جمهور كبير كان عمري خمس سنين كنت وقف على المسرح حابقي كنت صغير بس أنه غير لما أنت تكبر ويكون عندك الوعي الكامل أنه طفل صغير ما عنده مخاوف تحطه قدام العالم كله وما عنده أي مشكلة يلعب يضحك يتعامل بالطريقة اللي هو يريد يتعامل بها بس غيرما الواحد يكون عندك كل هالمعتقدات اللي تربى فيها وشايل كل هم الدنيوية وبين الناس الزينة والموزينة اللي يدخلوا في حياتها وفجأة يدخل على مسرح مرة ثانية ومسرح فيه جمهور جداً كبير هل في مرة أو يوم من الأيام حسيت أنك انهزيت أو الثقة منتك انهزت وين بالعكس كنت بليز وقفونا على مسرح يعني بالعكس لا يعني هيدا هلا أكيد أول ما بطلعب وقفونا على مسرح يمكن يكون بصوت الواحد شوية يرجف وخايف أكيد يعني كنت جوعان تطلع على مسرح طبعاً طبعاً ومن أنا وصغير كنت دايماً كنت دايماً نقول أنه أنا بدي أعمل أغاني تبعي أنا يعني أنا من أول ما بلشت غني بلشت بغني لألة يعني هي وانت معي مش أنه أنا بدي أنه خليني بلش أكيد أنه بعدني لهلأ بغني على حفلاتي أغاني لغيري بس أنا عندي ريبرتولي تلقالي بدي أغاني لقالي أنا صحيح صحيح عندي إيها من أنا وصغير أنه أنا مش بس حدا بيغني أنا فنان يعني أنا بدي أعمل اللي أنا بدي بدي أغاني لأغاني تبعولي أنا وأول مرة قررت أنك تسوي أول أغنية هي أنت معي متى أخذت هذا القرار؟ كنت أخذه من أنا وكتير صغير بس أخذت القرار لما سأر عند الإمكانيات يعني لما فلت على السعودية اشتغلت ثلاث سنين بالسعودية بدان الشركة اللي كنت عم أشتغل فيها نقلونا على دبي سو تحسن وضعي أكتر المادة وكنت دايما عم جمع مصاري وحطت براسة أنه أنا بدي أجمع مصاري لأعمل غنية وأبدأ عمل غنية من مين مكان مش إنه مثلا تشوف حدا جديد بدي روح شخص معروف يعمل لي الأغنية ميو وقتها رحت عند الفنين سنين مع السيف آه يعني دبرت رقمه اتصلت أنا شخصيا فيه ما أقول لك أنت مين وعلى أساس أن أسوي لك قال لي بيز بعتلي فيديوز لأسمع صوتك أكيد يعني مش حيروح يعطي غنية سنين مع السيف لأمين مكان سوى وقتها رحت اجتمعت فيه عملت معه أغنيتين وانت معاي وما صدقت لإيتك والخطوة أنك وأخيرا تتخذ هذا القرار انت معاي ليش طولت مع أوضاعك كانت منيحة في السعودية ورجعت الدبي أوضاعك كانت منيحة ليش رجعت طولت هالكثر لحد ما أنت أخدت القرار وأخيرا رح أسوي أول أغنية لمن أنت إمكانيتك كانت موجودة كممكن تأخذ هالمخاطرة وتسوي هاي الأغنية لأ هي قلتليك مثل ما أتي أنا لما صار معي هيدا المبلغ الصغير اللي قدر إدفعه رح تلع عامل غنية لأله أخدت هيدا المبلغ ودفعته عملت الغنية وعلى أساس أنه تمام قلعنا بعدين اكتشفت أنه صعبة مش عام بعرف في ضياع طب وين بحطها للغنية وين منزلها بنزلها بس ديجتال بحطها على التيفي ما بحطها على التيفي راديو مش راديو نصور فيديو كليب نعمل ريفيس فيديو في عالم آخر فتنا بضياع فمثل ما قلتلي كربنا بحط بدرب الإنسان عالم فأحط بدربة ميس فرحت حكيت ميس وأخدت وأنا كمان يعني أنت بتاعف أنه أنا ممنون لقليك كثير بحياتي فأخدت معيك الكوتشينج سيشنز لحتالها بس حصير أصير أعرف أنه أتوجه صاحب الحياة أعرف كن واسئ من قراراتي لأنه إذا تذكر لما نجيت أحكي أنا وياك كانت ضايع بكل شي ضايع بشغلي بشان بعرف أتصرف بشغلي ألا كلنا لو أدمر حكون أنا بوزيتف بالحياة وعارف حالي شو بدي طبيعي أفكار تتشتت ثقة تروح الحياة عادي تهز الإنسان بس أنت وقته أخد قرار أنه تريد تصلح صح وأخدنا بالمشوار وبعدها انطلقت صار فيديو كليب ورا فيديو كليب ومسرح ورا مسرح الحمد لله والله يزيدك إن شاء الله فأنا اللي بقوله عن جد أنه لحياة اللي حدا عم يسمعني إن كان أهل أو أولاد أو مراهقين أو وات أفر ما حدا يوقف بدرب حدا أنه يعمل شي لأنه يمكن لو من أنا وصغير كان فيه هدى التشجيع يمكن كنت بلشت من عمر أصغر بعد يمكن كنت هلأ مسيرتي أطول من اللي أنا قطعت فيه يمكن كنت هلأ أواصل أكتر مما أنا هلأ أواصل مع أنه أنا بعتبر حالي أنه أنا يعني أنا كتير براود بأنا شو عملت بحياتي لأنه أبع شوكك بإيدك كنت ما بقوله أنا هيك عملت بحياتي فأنا بقول أنه حيالله أهل إذا بتشوفوا أنه فيه شغلة كتير صغيرة يعني حتى أنا بالنسبة لقلي إذا 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 ربنا طعامني أولاد أنا إذا بيجي حدا من الأولاد صوته كتير بشع بس بيقول لي داد أنا أنا عبالي غني أو أنا بحب غني أكيد بشجع بشجع بضلني شجع لوقت ما هو الشخص يكتشف أنه لا لأنه في كتير فرق بما أنه أنت تزرعي براس الولد أنه صوتك مش حلو بتاع في قد سمعت آه أنت سمعت من الناس كتير والناس كتير مقربين لقلي بالعائلة والناس بتغني بالعائلة والناس بتعزف بالعائلة يقولوا لي شو بتك بشجع رح كبر عليك بك تعمل فنان أنا قهر حس أنه ليه بك تكسر لي من مقديفة ما أنا ما أنا قرابتك أنه أنا مفروض أنه يك من نفس العائلة مفروض أن أنت تكون ودعمي لقلي وهذون الناس اليوم لما يشوفوك ويسمعوك على راديو بلبنان أغانيك تطلع على راديو بلبنان أكيد وهون ودبي والسعودية وغيره وغيره بس أنه لأنهم عايشين بلبنان فلما هما يسمعون أغاني ويطلع المذي على الراديو ويقول جديد 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 جوكويك أنت معايا لما يسمع هذا الشخص اللي قال لك شو مدك بهالشغلة هيدا المرحلة تخطينيها صارنا كلما بنحكي شو شو في غنية جديدة شو عام بتحضير خبرنا أكيد تتغير النظرة هلأ يمكن هلأ يمكن بوقتها ما بديك تشوفي كمان المنتالية كيف كانت بوقتها لما أنا كنت صغير الأيام غير هلأ هلأ نحن بعصر الصرعة والانفتاح كتير مع الديجيتل والإنترنت بوقتها كان أنه الولد لازم يدرس بالمدرسة يتخصص بالجامعة ويتوظف بوظيفة بينما هلأ إذا تشوفي هلأ الجيل الجديد كيف عم بيتعلم بيتعلم بفكرة أنه يصبح يعمل قصص لحاله يكون موجود بمجتمع يارف تصرف بمجتمع صوت تربية تغيرت فأنا أكيد مش أنه هني عن نية عاطلة أو إساءة هي لأنه بالنسبة لقاله يمكن عم ينصحني نصيحة بالنسبة لقاله عم يعمل نصح بينما هذا شيء بضعف الولد فمشانيك عم يقول لك أنا إذا عن جد بيجي ابني حتى لو صوته كتير بشع يمكن بعطيه الفول امباورمنت وبعلمه وبدو يهي حتى هو يكتشف أنه تعلم هلأ دائما يخلوني أغني ولا مرة بابا قال لي أنه صوتك ليس جيد يقول لي بابا صوتك حلو صوتك حلو لحد ما يوم شلت المايكروفون كاريوكي وانتبهت أنه ممكن أتكلم أنا أكيد في كتير أهل بفكروا أنه عم بيعملوا صح مع أولادهم يعني أنا مثلا درست مات يمكن لو درست إخراج ومشتغلت فيها أتليست كنت اعتبرت حالي أنه أنا من شي اللي أنا بحبه غير ما أنه كنت درست شي عزبني وتععبني تأخدت شهادتي من الجامعة البنانية بالآخر أنه ما استعملها بشي يعني تكون كتير صريح مع حالي اشتغلت استاذ أسبوعين بس لأنه كان هو بدو يغيب علمت محله وكنت أعطي برايفت لسنز لما كنت بعدني بالجامعة أنت تست نفعتك شوي 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 أنه ساعدتك شوي بفلوس يمكن فواتير جو مما أنه لغتك هي لغة الغناء والفن فرح أتكلم معك بهذه اللغة يلا شو الأغنية اللي أول أغنية غنيتها مش ضروري تكون أول أغنية بس هي أول أغنية اللي حسيت بيها مشاعر يعني ملت جسمك أو أول أغنية تخطر ببالك اللي لما نتغنيها ولما نتكون لوحدك تذكرك بالتاتة تذكرك بأمك تذكرك بالحنية تذكرك بالحب هل في عندك أغنية قريبة على قلبك لهاي الدرجة اللي هي هاي الأغنية هلا مش كما أنت قلت بس أنا من أنا وصغير بحب كتير زكي نصيف الله يرحموا الموسيقار زكي نصيف وغنى لبنان كتير أنا عندي عشق إلى لبنان بيروت عشق إلى لبنان فبلدي حبيبي هي من الأغاني اللي كتير كانت عزيها على قلبي على فكرة الغنية اللي جبت عليها 87 عالمية بالما هذه كانت كمان زكي نصيف بس ليش هو هل فيه يعني التيتا كانت تحبها الوالدة الله يرحمها كانت تحبها هل كنت تعرف إذا أمك كانت تغني أغاني معينة أو فنان معين أنا اللي بعرف أنه أمي كانت تحب غسان صليبة كتير وعنا فيديو بالبيت تشوفي كيف الولد بيتعلق بشغلي كتير صغير عنا فيديو بالبيت كان خيي عمره سنة أمي عم تحتفل بعيد ميلاد خيي وعم ترقص على الغنية بمحال بتعيتله لأخي كوكو كوكو فطلع صوتها بالفيديو صلصرت أنا كل شوية عيد الفيديو أرجع حطه أرجع رجع الفيديو أرجع حطه بس أسمع صوت أمي كي تعرف كيف نبرد صوتها وظلت بإذنك يعني والغنية بحبها كتير وكل ما بغندي حفلة بغنية أغلب الأوقات بغنية بس صريبة يا حلوي شعرك داري يرضى عليك لا تنسي يا حلوي شعرك داري يرضى عليك لا تنسي بغار عليك من النسمات حتى ما تتغلغل في الله ياسب حبا كتير حتقل لك صوتك دافي وحنون شكرا قلت لك يا آل أرجعت عدها مرة ثانية وين تشوف نفسك جو بعد خمس سنين محل ما ربنا بده أنت بعندك طموحاته بلا أكيد أنا عندي كتير طموحاته وأهداف بحياته وصلت للي أنت تريده ولا لسه ولا راح لأنه لأنه بحس رأي شخصي لازم كل واحد بمرحلة بحياته يكون عنده أهداف عم تتمد يعني أهداف جديدة لبكرة جديدة وأحلى يعني أنا مثلا لما كنت في عمر أصغر كانوا بدأ أعمل غنية بدأ أعمل غنية بدأ أعمل غنية طب هلأ صاروا سبعة سوأنا هلأ عندي بعض تارجتس أهم بالحياة يعني بركة عائلة بركة يصير عندي استقللية بعد أكتر بركة يصير عندي البزنس تبعي وصل بعد أكتر بالفن اللي هو أنا أصلا باكل بشرب بنام بوع بفكر بهذا الموضوع ما فكر بولا شي تاني أكيد أهلي على خليلي إياهن وأخواتي و يعني من وراء دغر الفن فأنا بدمي هذا الموضوع فدايما أهدافي أو تطلعاتي بالحياة بيست على أنه هيدا الشي الفن نحنا بالحياة منخلق عم نبش على شغل تاني ولا شي تاني السعادة والحب صح اي فكيف إذا بتلاقيهم اتنينتهم كومباينت بشغلة وحدة أنا بالنسبة لقلي موجودين مع بعضهم بالفن فأنا افترض أنه حبيت واحدة وتريد ولا يمكن ولا يمكن مستحيل لو مين بدي قلك مين ببدي تكون تكون ولا يمكن لو مغروم لشوشت لو شو ما بدي قلك ساير معي ولا يمكن وقف غنة من هلأ لأموت أو لن تفعل أنا النفس بالنسبة لألي هو أنه أنا عم غنة نهاري رح وقف غني أنا بوقفي نفس النقطتين تحول أول نقطة اللي هي أصحابك والنقطة ثانية أنت فعلا أنا نقطة ثانية طبعا لأنه أنا كنت بمرحلة قلتلك أنا كنت بمرحلة ما عم بعرف يأخذ قراراتي بالحياة ضايع وكنت بحاجة لعين برانية حدا مش من وقربين مني حدا مش مش ما يكون ما يكون سبجكتف معي يعني شو بقوله بالعربي ما بعض أنه ما يكون حدا متحيز يعني أنه ما يكون ما يلع على طرف معين مظبوط شايف الموضوع من الخارج وما أحد يعرفك ولا يعرف ماضيك مظبوط وما يحكم ما يكون في عنده جوجمند يحكم على شخص ما كنت متعطفة معه ماخذين الأمور كشخص ثالث مرة هذه أتوقع قوة الشخص لما يلاحظ عنده مشكلة يلجأ لأخصائي تنمية بشرية حتى لو يعني ما لازم يكون مريض يعني مجرد أنه حياتي يحس أنه تشتتت أجوبة مش عارف يلاقيها هذه أهمية الشخص أنه يلجأ ومش عيب أنه يسأل أكيد وفرقة حياتك من بعدها لدرجة أنه أدما أدما تشجعت معي درست أنا كمانا كوتشين أنا كمانا درست لايف كوتش وأخدت شهدة طبعية من ICF هل اليوم أنت تمارس كلايف كوتش؟ ليس كثير آخر أغنية لك يا جو سلامات سلامات صح لهجة المصرية صح؟ مصري أول مرة تغني مصري؟ لا غنيت أبل مصري غنيت أبل مصري بس هاي لها قصة وكل أغانيك له قصة صح بس هاي شنو قصتها؟ تعفي تعفي شو الحلو الحلو أنه أغلب الأغاني اللي عملها إجيت لعندي لحالة يعني من بعد ما بلاشت عمل أغاني فصرت في كثير ناس على سوش الميديا بتحكيني وبتبعت لي أغاني يعني كل يوم عندي ناس عم بتبعت لي داموستا أسمعهم فسلامات سلامات وقتها بعت لي الكاتب وليد الليثي الكلمات الأغنية وبعت لي إيها بصوت ملحن الفنان محمد شهر نوبي فأوز لايك واو محمد شهر نوبي اسم كبير طبعا والأغنية كتير حلوة فأسمعتها حسنت بوقتها أنه ما رح أقدر إدفع التكاليف لأغنية فقلت له خلص تعرف شو أنه ما رح أخذها شوف إذا بدك أعطيها لحداً تاني لكن أشتغل غير غنية أنا وإياك بعد سنة هي كانت بنفسك؟ كتير وسمعتها للمقربين مني يعني مثلا ريتا سمعتها إياها كتير حلوة بس أنه غنية مش رخيصة أنه ما عم ناخد من حداً أنه معروف فرجعت من بعد سنة قلت أنه هتا جاري بحظي وما ببعات له بحكيه بقوله وليد كيفك شو أخبارك لنزمين ما حكينا أو هيك بتتذكر أنه أنت سمعتني أغنية سلامات سلامات بعدها مورودي قال لي واو بتصدق أنه وقت ما سمعتك إياها ما سمعت لأ ولا حداً إيش معنى؟ قال لي ما بعرف ما سمعي يمكن نسي أعظنه وتتشوف أنه لما ربنا بيكون كاتب شغلة لحدا تتكون لأله بتضل لأله فرجعت اشتغلت على الأغنية أنا وياه وأخذتها وصجلت واشتغلتها وحاسيت أنه في شي نايس تسجلت وخلصت خلصنا الأغنية حاسيت أنه في شي مش كتير أنعني أدائي مش كتير حاب ومش كتير حابة بكيف نشغل الميكسينج طبع الأغنية والتوزيع طبعولة الموسيقى اللي نعازها فيت حسيت أنه في شي مش ضابط فقلت أنه أنا بمرحلة لازم أعمل ستاب فورورد أكتر يعني دعسة زيادة لأدام لازم حط فوكل كوتش معي بالأغاني بعد كل هالسنين لا لا أنا بعدني الهلأ دفنتلي أنا أكيد بعدني بتمرن وعنجاتة تشوفي أنه ربنا بيحط يمكن حدس عند الحدن أنه أنا بدي كارلا رامية بالاسم وبيدي حدن تاني سوبرشت أسأل من حاولي ما معه رقم كارلا رامية أخدت معها كم صاف وقلت لها كارلا أنا أنه عندي هيده أغنية إذا فينا تكون الفوكل كوتش طبعي فيها وهيك صار رجعت سجلتها معا من أول وجديد كلها شو كان رأيها بالموضوع لما سمعتها أول مرة قررتلي أنه أكيد تنعمل بطريقة أحلى سو كان حدس بمحله يعني يمكن لو يمكن لا ما حدا بيعرف يمكن لو تركتها مثل ما كانت بالأول ما كانت جابة الأصدار يعني أنت صرت تنتبه على هذه التفاصيل الصغيرة يمكن بالبداية كنت بس متحمس تسوي أغاني مظبوط هزا صرت بمرحلة أنك تريد تطور بهذه الأغاني مظبوط حتى توصل إن شاء الله للعالمية إن شاء الله اليوم لما تنزل أغانيك على بس هر رحقاتك بفتكر هيدا مشكل كبير عند كتير فنانين شو هي؟ وقت اللي بيوصل لمرحلة واحد إنهما أنا أكس اسمي وأنا اللي بعرف وأنا اللي صوتي حلو بس ما نحنا كلنا بالحياة بحيال لما جال نحنا فيه بحاجة لحدا نكون عم بيقشعة من بره غير يعني أنا فيني سجل واسمع صوتي ويلاقي أنه أنا عم غني يا لطيف ويكون فيه أسرس أنا مش منتبه له فهيدا ما بنقص من قيمتك كفنان وما بنقص من جمال صوتي وما بنقص من قيمتك لحالة ولا من قيمتك الفنية ولا من أي شي بالعكس أنا عم جيب حدا يمكن بغض النظر إذا هو أحسن مني ولا لا بس أنا عم جيب حدا يسمع من بره ويعطيني كيف ممكن أعطي أحلى لا لا أكيد تحسن من نفسك كرمال هيك هلأ بتلاقي في كتير فنانين صوتهم ضعف شوي مع الوقت لأنه الغروب وغيرهم تحسن غيرهم صار صوتهم أحلب كتير صح ما بعض إذا هي غرور أو هي يمكن وحد يوصل لمرحلة بيصير يحس أنه أنه I don't need any more ما بعض بس أنا بالنسبة لقليل بفتكر رح أبقى دايما عم بشتغل على أني حسن بطريقة الأداء طبعا أحسن أنه الأحساس يبين بصوت الشخص لما يسجل الأغنية مثل مثل مذيع الراديو مذيع الراديو ما تشوفه ولكن تحس بي إذا كان متضايق إذا كان ما له خلق خلص نبرة الصوت تبين لك والفنان نفس الشي لما يغني أغنية لما يغنيها وهو لأنه مجبور يغنيها لأنه موقع مع الشخص الفلان ولازم يغني ألبوم في أغاني تحس أحساسها جدا عالي وأغاني أبدا فالمزاج يبين بالأغنية اليوم لما تحط كل قوتك ومثل الأغنية سلامات سلامات أكثر من سنة لحد ما أخذتها وبعدين رجعت عدتها من أول وجديد مع كوتش أكيد اعتبرها البيبي الطفلة رغم أنه أنت مسوي كثير أغاني بس أنه سلامات سلامات يمكن مكانة خاصة لها لأنه كان في قصة كبيرة وراها اليوم لما نزلت هذه الأغنية على شبكات التواصل الاجتماعي وشفت تعليقات سلبية أو تعليق سلبي على هذه الأغنية إن كان على أداءك صوتك وشكلك والله ما شفت ما شفت والله أول مرة بعمل شيء طب إنسالي سلامات سلامات على غير أغاني دليت ما يهتز ما تهتز لثقة عندك ما تتضايق ما ترجع تقول أنه يمكن معهم حق يمكن لا حسب شو الكومنت حسب شو الكومنت شو أكثر كومنت هزك وقت 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 الكومنت بدق بالأهل شي خاص الأهل يعني فيه ناس ما بعرف شو بيصير معه يعني يعني فيه كومنتات تبقى جارحة يعني يعني بيستحي قلك بس أنه بيصيروا يعتبروا أنه يعني يعني بما معناه أنه ياريت أهلك ما خلفوك وهلقد قاعد على قلبك لو أخيه أنا إذا أغني أخيه عمول سكيب ما تسمع الأغنية يا أخيه ما حدا أجاب رأك يا لطيف يعني سو أنا سو أنا بمرحلة صرت أنه هلأ أنا أنا لا أعمل بلوك أبدا أبدا بترك الحدم أنه مأهور سو قبل كنت تسوي بلوك لا 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 ولا مرة أول مرة دائما بعتبر أنه الحدم اللي بدو يتنمر أو بدو يحط شي غلط على على السوشيال ميديا رح ينجحني أكثر مأهور لا لا هل حدا مأهور وغيران خلي ما في مشكل بس لما بلاقي أنه في كومنت بمس بالشخصة طبع الأهل أو طبع كرامة الحدن بعمل دليل للكومنت حتى ما تضايك لا حتى إذا حدا فيتقري عندي ما يقرأ شي فيني أترك كومنت أنه ما حبت الأغنية فيترك كومنت يمكن يعني في كتير فننين كتير كبار ومش كل ناس يحبوا أصواتهم ففيكم مش حابة صوتي أو مش حابة صوتي مش ضروري شاب أو بنت بس بس الحمد لله ولا مرة كان عندي يعني إلا صراحة إلا هيدا المرة اللي كان عندي هيدا الكومنت طبع أنه يعني هي جملة كتير 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 مئزية بس أنه في حواها أنه يريد أهلك مخلفوك لما نسمع هالصوت جو عندك كمية كبيرة من التوكل والهدوء والثقة برب العالمين والحياة بشكل عام أعلمنا أعلمنا فن التوكل اللي عندك يا لأنه أحس أنه وأسميه فن التوكل لأنه هو فن أنك تتوكل وتحط رجليك بماء باردة أنه أمورك بخير أحسك أعايش على هذا النظام أكيد إيمان جدا عالي وتوكل تام كيف كتر خربنا على كل شي عنديها بحياتي القصص الحلوة اللي قطعت فيها والقصص العاطلة اللي قطعت فيها لأنه أنا بعتبر أنه ربنا بحط كل شي ما في شي بيصير بالصدفة صار شي اللي خلق إيمانك لهالدرجة قوي لمست وجود ربنا بحياتي شلون بكتير مواقف بحياتي يعني رحاتك أنا مثلا لما كنت صغير كتقول أنه ليش ربنا أخذ لأمي ما أنا كان بدي أمي تكون بعدها معي ما أنا بدي أنه كانت قربة ببيت فيه أمي وبي وعيش حياة طبيعية ليش بدأ قربة عن ستة سباشيلا لما كانت ستة تمنعني عن قصص لمصلحتة مش أنه هي يعني بوقت على الولد بيبقى مفكر أنه أهله ضده في كتر الولاد بيبقى عندهم فكرة أنه أهله ضده بس بس هلأ يمكن برجع بفكر أنه يمكن لو أمي كانت بعدها موجودة سويدة دالين حكمة ربنا هالقد كبيرة بالحياة يمكن لو أمي كانت موجودة كانت لي ما كانت هلأ سعيدة يمكن هلأ ما حلما هي هي سعيدة عند ربنا فأنا بعتبر أنه عن جد لازم واحد يسلم كل شي لربنا لأنه لأنه عند ربنا ما عند حضن أي بس أنت قلت أنه أول موقف اللي لمست فيها التوكل والعلاقة مع رب العالمين كانت دا تقول لها ما تتذكر كنت طفل وتقول ليش ربي أخذت أمي مني وين النقطة اللي لمست هذا الحس وصار عندك التوكل يعني أنت فجأة تغير تفكيرك نعم هذا التفكير أنه هي صارت بمكان أحسن وهي مرتاحة أكيد صار على كبر مش على صدر رح أقولك كيف أنا بعتبر وأنا أكيد أنه كل العالم إذا واحد بركز بحياته بشوق قاطع بحياته رح يعرف أنه أنا عم بقوله صح مليون بالمية فربنا بكتير مواقف بحياتنا بيقلك هاي أنا هون صح أيام مثلا بيصير معي حيالله انسد انتو وتخلص من مشكل كتير كبير تقدر تحليه بطريقة أو شي بيقول لي يا ربنا أو يا الله أو فأنا أنا لمست وجود ربنا بكتير محلات بحياتي مثلا لما انفلت من لبنان يعني أنا رحت لعند الريكرونت منتلت لها البدكي بس طلعيني سويمكن لو يعني ما ربنا عارف يحط الشخص الصح بدربة تحت لها قدر تتعامل هيدا الشيف في كتير قصص أنا حدا بيصلي لما بصلي بطلب من ربنا لما ملاقي بمقبيلة أنه عم يتحقق اللي عم بطلبه على توقيت ربنا مش على توقيت إنه ربنا بيعرف إمتى الوقت الصح شي مرد طلبته ما تحقق في كتير قصص فأنا أكيد إذا كل واحد بيرجع بينه وبين حاله بيعمل فلاشباك لحياته أكيد في كتير مواقف ربنا عمل كتير كبير بحياة البني أعظم طب وإذا نختم هاللقاء بأغنية اللي هي الأغنية فيها رسالة وفيها قوة تعطيك قوة وتعطيك فرح شون رح تختار أكيد سلامت سلامت أنا قلت يمكن يختار أغنيتي فينا أذا بدك أو سلامت سلامت الاثنين حتى الناس ما تعرف شون هي أغنيتي أصلا رح بلش أو شي بسلامت سلامت وركزي معي على الكلمات قدية عن جد فيهم بوزيتي وقدية حلوين طب سلامت سلامت لللي عزب قلبي سعاد سلامت سلامت للزعل والانتكاسات سلامت سلامت لللي عزب قلبي سعاد سلامت سلامت للزعل والانتكاسات خيرنا في الجيات وبكرة شايل خير الله سلامت سلامت يعني صدق الكلمات صح قوية إنك تقول سلامت والواحد لازم يقول سلامت كل المواقف أكيد حبيت تعرف أني دايما أسمعها للأغنية بس ولا مرة مركزة بكلماتها لأن الدقة حلوة وأنت بهاللحظة غنيتها ببطء أكثر حتى المقطع التاني بالأغنية كمان فيه مسجي كتير قوي فبيقول أنه خدنا إيم الزعل إلا العذاب والويل لي هشي لنا جابل والناس مزجها جميل خدنا إيم الزعل إلا العذاب والويل لي هشي لنا جابل والناس مزجها جميل سلامت سلامت أي والله ليش أنا أشي الجبل والناس مزجها جميل خليني أنا كمان مزاجي جميل خلي أنا مزاجي جميل ورايق وسليم صح طب على قولة أو على سيرة خلي مزاجك سليم ورايق جو اللي ما عرفوا أنه أول مرة أنا شفته شخصيا على المسرح خجلني ومش أنا كانت أغنيتي بصراحة هو قرر جو وفجأة قال أنه أحب أهدي هاي الأغنية لميس أو هاي الأغنية هي أغنية ميس صح فأنا اللي بنص الناس أنه شو هي الأغنية شو هي الأغنية جو يعني قلبي بيضحك من جو لما تكوني فرحاني دقت وتقولي علوة عمري ما شوفك زعلاني وضلت حاكي ضلت حاكي عيونك ما خلقت للبك بخطك جرحي بيطيب ما بيسوى عمري بلاك الله والله لازم كلنا نضلنا نضحك طبعا صدك صوتك محلو من أول يوم تعرفت عليك شكرا جو أريد أشكرك على هذه المقابلة اللي هي مليانة بقصص وحكم وطرب نفس الوقت أنا متأكدة أنه نص الناس قل لا لا ما تخلي المقابلة تنتهي خليه غني بعد بس أكيد طبعا اللي يحب يشوفك ممكن يتابعوك على صفحتك وشوفوك على المسرح ويسمعون أغانيك وجديدك ولا يمل منك شكرا يا ميز شكرا شكرا على الحكمة الحلوة وعلى إيمانك القوي وعلى التوكل اللي عندك يا شكرا لقالك على كل شي شكرا فعلا تحط هذه الأغنية تحطك أنت على الجرح الواحد يطيب شكرا شكرا لك جو شكرا لك جو شكرا لك جو يعني فعلا الإنسان لما يتابع الشغف مالتا الشي اللي يحبه لشي اللي يحس أنه مثل ما قال جو يمشي بدمه يفرح ينجح ممكن بعد فترة ممكن عواقب تمر بطريقة ولكن إذا استمر رح يوصل يعني رح يوصل بس السر بهذا النجاح هو التوكل التام إذا قدرتوا من هالحلقة تتعلمون فن التوكل من جو وجده وكان متمسك بهذا الشي أنا متأكدة لو طبقتوها في طريقكم رح تشوفون نفس النجاح هذه كانت حلقة مع ميس نعيش اللحظة مع ميس ونشوفكم بالحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر